السلام عليكم ومحبابكم من جديد في قناتي ومسيطة التوقف الى الفاتورية نتمنى تكون مضاخر والا خير والتمنى الصحة والله ان شاء الله اليوم ان شاء الله وفي سلسلة من الفيديوهات اللي سنقدم لكم من الاعلى الوصفات اللي وجدت فى الميلاد الابن ديالي اول ما نبدأ به فى الفيديو ان شاء الله فهو العطاة ديال ميكي ماوس اللي وجدت لي فجدت رائع رائع جدا شكلا ومداقا نتمنى انكم تجربوها وتردو عليها فى التعاليق الى اجبتكم نوصفها وما تنساوش تدروا لي اجياملا فيديو تبرتجوهم على عائلة والاصدقاء ديالكم فى مواقع التواصل الاجتماعى وتنضموا لي للقناة اول ما نبدأ به فى هو لاجينواز بالنسبة اللاجينواز اللي حضرت فانا حضرت دو جينواز الوحدة بطعم الكاكاو والتانية بطعم الفاني ديال الكاكاو فى اسبعة ديال البيضات قبصة ديال الملح خمارة ديال الحلوى من فئة ثمانية جرام واحد ميتين وثمانين جرام ديال السكر وميتين وثلاثين جرام ديال الدقيق وثلاثين جرام ديال الكاكاو نزيد كمية الكاكاو و نقصه من كمية الدقيق أول ما ندره فأنا نهرس البيض في إناء و دايره في بماغي يعني دايره تحت منه إناء أخر فيه الماء سخون هذا البيض من الأحسن أنكم تكونوا مخرجينه من تلجة بنهار أو ليومين من قبل يكون سخون و تدروا الماء سخون تحت منه كندروا سكار معاه نعود نذكركم مئتين و تمانين قرام ديال السكار مع سبعة ديال البيضات مع قبصة ديال الملحة و تنطلعوه جيدا جيدا بالباطر حتى كي يرجع عندنا الحجم ديال ذاك البيض مع السكار كي يضاعف لتلاتة ديال الأضعف و كي يرجع عندنا البيض في حال شكل ديال الكريمة كنطلعوهم زيان عندما كي كتشوفوا الشكل ديال و كيفاش كي يولي من بعد كنحي تنزولوا لي ذاك اللي يسخون تحت منه كنت شو ما كتشوفوا القوام ديال البيض كيفاش كي يرجع كنضيفوا دقيق مع الكاكاو و مع الخمارة على ثلاثة ديال المرات كنقسموه على ثلاثة ديال المرات و احنا كنخلطو بشوية بشوية انا راني مزر بات صور سمحولي باش يجي الفيديو ما يجيش طويل بززاف ولكنتم اخوضوا وقتكم وغير بشوية باش ما يهبطش لكم ذاك البيض يعني نخلطو مزيان نضيفو اه دقيق للمرات التانية و المرات التالتة و احنا كنخلطو حتى ينساجم جيدا ذاك البيض مع الدقيق مع الكاكاو نفرغوه ان شاء الله في المول انا غادي نوريه لكم خدوا وقتكم كامل في هاد المرحلة هدي ديال انكم تخلطو البيض مع الدقيق مع الكاكاو يعني غيب شوية من الفوق اللي تحت من الفوق اللي تحت بشوية حتى تساليو باش ما تهبطوش الفوليوم ديال البيض كما قلت ليكم انا راني مزربات صوير غير على حساب يعني باش ننقص باش نعطوكم المرحلة كاملة بعد المساليت فانا غادي نفرغوه هنا يفمول اللي درت فيها البابي اه بابي كويسو ورقة طهي ضروري منو عندي المول الحساب يكب� REAL حسابي ثلاثينgets وعلى ثمانية وتلاثين سنتين ههاي راما بج indemش لكيك عالي بزاف لايقص العديد لكيك إن بغيته منو عندي شوية فانان ديرو معلي يكون ناقص شوية فالعبار على هذا اللي درت الانا هاتي تدخلو هالفورن يكون معرفة هلوم اليقون لكن مسخينا يتكbern و 1080 fence تقريبا un 12 12 lay 15 دقيقة تيكون الجينواز ديالنا وجدي بالنسبة للجنواز اللي بالفاني فانا درتها باش تجي نرقيقة عندي ربع عدل بيضات خمارة من فئة سبعة جرام شوية دل ملحة ميتين جرام ديال دقيق وميتين جرام ديال السكر وواحد الفاني بنفس الطريقة اللي خدمنا فيها بها الجنواز اللولة غادي نديرو البيض مع السكر مع الملح في الباماغي ونطلعوه حتى يتضاعف الحجم ديالو ثلاثة ديال الاضعاف وكي يرجع عدنا على شكل كريمة ثم كان تحب تنو توقفو على الخفق ديالو ببدك تطرى بالكهربائي وكان بدون نضيفو دقيق مع الخميرة الفانيراني درتها في اللول مع السكر كان نضيفو الدقيق مع الخميرة وحنا كان حركو من فوق اللي تحت حتى كي نساجم وتنفرغو في نفس المون اللي طيبت فيه الكيك اللول كذلك يكون فيه ورق الطبخ ضروري منو ويبطيب بنفس الطريقة اللي طبيها الكيك اللولاني رغمتي ياخد شوقت طويل بالنسبة لكيك اللولاني فانا قسمتو على جوج كما غتشوفو ان شاء الله من بعد وهذا فغا نضير منو غير طبقة واحدة نضيرو في الفرن وندوزو نصيبو الكريم انا هنا يراني در جوج ديال يعني من بعد الزيت اما هنا فاخدت كارتونا ديال 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 ساشي ديال المستحضر ديال الكريم شانتيي مع رابعة ديال الحليب يكون بارد هنا راح تقريبا عندي جامد مع واحد ساشي ديال الفاني وتنطربو حتتي تكاتف الحجم ديال ديال الكريمة ديالنا لاشونتيي وتتصبح جاهزة باش نستعملوها انا هنا كما قلت لكم راني استخدم دجوج ديال الباكيات ولكن راني صورت لكم غير واحدة خضيت هنا واحد الكمية من بعد ما طلعت لي لاشونتي انتم ما كتشوفو كيف حاش رجعت رجعت يعني القاوم ديالها كاتيف ضفت عليها شوية ديال الكاكاو وخلقتها بالملعقة من بعد ما طلعتها فكن خلطو واحد الكمية بالكاكاو حتى كتنساجم هنا ينبعد ما وجدو لي لجنواز ديالي بجوج انا خضيت لجنواز البنية اللي بتعم الشوكولة انا تنحاول نحدد الجوانب ديالها يعني منين غنق طعب بالسكين وغادي نكمل التقطع ديالي بالخيط بهالطريقة كما كتشوفو بعد ما قسمته فانا هنيا غادي نسقيه بالسيرو سيرو اللي فيه كاس ديال كاس ونص ديال السكار مع كاس ديال الماء وقشرة ديال الحامض درتهم غيك يطلع فيه الغلية كنتفعلي ونخليه بريد في التلاجة ومن بعد فانا كنسقي بيه هكدا يلكيك تنسقيه جيدا 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 اه وكان بده وكان ديرو واحد طبقة ديال الكريم شانتيه اللي طلعنا واحد طبقة الطبقة اللي تكون يعني على حساب اللي بغيتو انا ما درتش طبقة اللي تكون ساميه كبززف اه اللي انا غجيلك خيم من الطبقة التانية اللي فوق منها وعاو تانية من الفوق فما بغيتش نكتر بزاف درت واحد طبقة اللي هي شوية رقيقة ممكن تزيدو مكسارات اللي كانت عندكو وتنديرو الطبقة التانية ديال الفاني من فوق من الطبقة الاولى وبنفس طريقة كنديرو السيرو كنسقيوها مزيان وكانعودو نديرو الكريم ونحطو الطبقة الثالثة هانتو ما كيكتشوفو فانا درت هناي الطبقة الثالثة وتنحاول نقطعو الجوانب اللي تيكونو شوية قاسحين تنحيدوهم باش كنقدو الكيك ديالنا كيكتشوفو فمن الفوق هنا يرا شوية تقطع ليه واحد شوية ولكن عادي لانا غنغطيوها فما غيبنش هنا من بعد ما سقيت الطبقة الثالثة فانا كنديرليها الكريم درتها لها من الوجه الكريم شونتيه ندرتها لها من الوجه ممكن تستعنو باي حاجة عندكم انا نستعنت بلا سباتيول بالسكين وبهاد لكوبات هادي اللي عندي استعنت بهم هما باش قديت الكريم غندروا واحد طبقة رقيقة ما تكونش ما تكونش يعني غليظة ندروا طبقة رقيقة بعد ما ندورو على الكامل فغندخلوه واحد لمدة لتلاجة يعني يشد راسو انا خليتو ليلى كاملة ونتوزو باش نصيبو الميكي ماوس اللي عادي ندروا فوق منها كيكتشوفو هادا هو الميكي ماوس اللي صاوبت فهو في الصورة جانبا وهذا الميكي ماوس اللي خضيت عليه ديزاين خضيت هنيا بابي كويسون غادي نقطع اه بابي كويسون يعني جوج ديال الاطراف اه اللي يكونوا اللي يعني يقدوني باش نرسم فيهم من بعد ما نقطع فانا غادي نلسقو فوق من من دك الدازع اللي عندي فوق من ديك الورقة اللي في هالموديل هنلسقو باللساق بسكوتش لسقوه مزيان باش يتبت ويعطينا يعني خلينا نرسمو على خاطرنا وغادي نرسم الجوج من هاد ميكي ماوس الرسمة الاولى فغادي يكون الاطار هاداك الاسود اللي عندي في الورقة اسود الاطار البراني غا ندير فيها هاد الاطار اللي وريتكم الاول والورقة التانية غا ندير فيها الاطار الداخلي وندير العوينات وندير النويف وندير اللسان وهادك يعني البتسامة ديالو يعني كل شي غادي نحددو بالستيلو غادي نرسم او اللاب الماركر وغادي نقطع بالميقص جميع الاجزاء ونوريهم ليكم ان شاء الله فاسمحوا لي انا ما قدرت يعني ما تفكرت اني نصورهم قبل ما نصيب بيهم ولكن من بعد تفكرت ورجعت صورتهم لاني بقت محتفظة بيهم ولكن العوينات واللسان فما بقاوش عندي هادو هما الاشكال اللي قطعت انا رسمت بالماركر لاني ستيلو مباشر يرسم ليه انا اخذت عجينة الشوكولاتة ان شاء الله غادي نقدم عليكم الطريقة ديالها بيش صيبتها في فيديو اخر انا غادي ناخد هاد اللون هادا اللي هو ديكالاكولور بيش بحال اللون ديال الخوخ اللي كيكون بها اللون ديال البشرة غا نصيب بها هاد شكل هادا اللي كتشوف في الصورة اه كنطلقها ونصيب بها هادا كشكل يعني نحط عليها ونقطع غا تشوفوا الطريقة في الشكل تاني اه الشكل التاني هو هادا يعني كنجيبوه كنطلق ذاك الشوكولاتة كنحط فوق منها هاداك اللي قطعت هاداك الشكل اللي عندي وكنتراسي بسكين وانا غادب شوية بشوية حتى كنتراسي اه جميع الحواف بجميع بالتفاصيل ومن بعد فانا كنزول ذاك الاطار البراني ديال الشوكولاتة وكيعطي بقاليا الشكل اللي رسمت كيبقاليا كما هو محدد كنزول من فوق منه ذاك البابيك ويصون اللي رسمت عليه وكيعطيني الشكل اللي انا بغيت سمحوا لي انا اختصرت شوية هنايا لان الفيديو جاني طويل بزاف وهنايا هادا هو هاداك اللي اكولو باش اللي وريتكم في اللول اللي رسمت بها هاداك الاطار الدخلاني كنجيبوها كنتبتوها فوق من الاخرى بلا ما كننسقو بينتهم حتى بشي حاجة كنحطوها وكن يعني كنتكيوع لها شوية بالاصبع ديالنا فهي كتلسق بوحدها هنا انا خضيت واحد الكيمية من الشوكولاتة السوداء كي كتشوفو را غي كنحركوها في الدينة هي را كتكون شوية قاصحة ولكن يعني كنديوها في الدينة ونجيبوها حتى كدفة فهي كتعطينا الطوع وكتخلينا ننشلوها كي ما بغينا هنايا انا كنرسم النيف كنحاول نديرو الصغير شوية لانهو في اللول جاني كبير هانتوما كي كتشوفو دابا غادي ندوز غادي نصايب العوينات بالبيض بشوكولاتة البيضاء نطلق ونقطع ثم نصايب ذاك البؤبؤ الاسود ديال العين ثم اللسان بحمر و تشوفو الشكل دياله هذا هو الشكل دياله وعك تخرج ليها نتمنى اني نكون مزرب تشعليكم بزاف وهنا يا رجعت للجنواز ديالي بعد ما دستعليها ليلة كاملة فالتلاجة فانا خضيتها وكنحاول نضيف ليها واحد الكيمية اخرى ديال الشانتي خيم شونتي من فوق منها لان الطبقة اللولانش فات يعني بيمكننا دابا تحكمو فيها ونخدمو فيها على خاطرنا كنضيفو لها واحد طبقة تانية من الفوق ومن الجوانيب نحاول انا كما كتشوفو را ما عنديش ديال ادوات باش كيخدمو الناس ديال لاباتيسخي عندي غير ادوات بسيطة اللي عندي فالطرفة بها باش خدمت بالنسبة للجوانيب في القناة انا خطيت هاك كالفير ميسيل شوكولا هي اللي در تغير في القناة استعنت بهادك للك الكارتون اللي كيتباع ديال كيكدار ووري منو ومن الفوق فا اه كان زين هنا بحال هكا الشريطة بشوكولا بشانتيه البيضاء وخليت واحد المساحة في الواسط هي اللي غادي مدير فيها ديك شانتيه ليها الكاكاو فانا درت وريدات دي روزاس هاك داية في الواسط ديال الكيكو هادا هو الشكل ديالو بالنسبة للجوانيب اللي بقى في الجنب ما بين الفير ميسيل والفير ميسيل فانا درت بحال مشكل ديالا زيك زاق كيما كتشوفو هاك داية بديك للك خيم شانتيه اللي زيت لها الكاكاو وفي الاخير فانا غادي نجيب ديزاين ديالي اللي صايبت على فكرة فما تديرو هاد ديزاين فوق ملكيك حتى الاخر لحظات ما تدخلوش التلاجة لان الشوكولا ما كتبغيش تدخل التلاجة كتبدا تطلق لنا الما فوق ملكيك هكدا انا تببتو عندي هنا يا رقم سبعة لانا ولدي عندو سبع ثنين صايبتها برقم الارقام العربية والارقام يعني الرومانية كنظرنا هاديك اه يعني صايبتها غيب الشوكولاة السوداء ودوزت عليها شوية بذك الملمة الغدائي انا فضلت انني نكتبها عوض ما ندير سبعة ديال الشمعات فان نكتبها افضل وندير شميع او حتا مش ما تجيش لطاق عامرة بالشمع وعندي هنا يا حروف من يعني حلوة ديال حروف غا نكتب بها الاسم ديال ابن ديالي ميما هاكدا بالي انني ندير الكيب قد زين على حساب انتو ما شنو انا كنعطاكم الفكرة ممكن تديرو ضوغة بلاست ميكي ماوس ممكن تديرو اي رسم اي رسم بغيتو تاخدو غير التقنية اللي درت انا واتخدمو انتو ما كيف ما بغيتو وعلى حساب شنو المناسبة اللي عندكم يعني ايا كنحاول نرتب ديال الحروف مقدة باش ما نقش لك خيموت يعني وتخسر ليا فانا كنقضها غيب شوية كما كتشوفو را كنستعن مرة بيدي مرة بسكين حتى كتبت الاسم كامل هاد الحلوة هادي اللي لشكل حروف فانا شريتها باش ندير بيها لوليبوب وبقاتلية واستخدمتها هنا يا عظما نكتب بشكلات فانا كتبت بهاد الحروف هادي الملونة يعني اعطات واحد ديكور اخر لا تعطو هذا هو الشكل ديالها بعد مساليت يعني فابقى لي هنا في الاخير فقط انني نرجع نكتب ليهم من الفوق انا كنوريكم هنا يعني جوانيب وكل شيء هانا يا رقم سبعة اللي درتلي هدك الملمع الدهبي من الفوق بحل الحبيبات وهادي رقم سبعة الخرا درتلي ها ملمع الفيضي واخر حاجة ضفتها هي انني زيت كتبت فوق من الاسم هابي بيرث داي هي فقط اللي زيت ما كانش داعي انني نصورها وهذا هو الشكل النهائي ديال كيكا ديالي او لا طغط ديالي اللي وجهة العيد الميلة ديالي نتمنى انها تكون نالت اعجابكم الى عجباتكم فما تنسوش تديروا لي لايك للفيديو تبرتاجوهم على العائلة والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي وإذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في باقي الوصفات ان شاء الله مازال غنقدم لكم ان شاء الله فيديوهات قديمة على الاستعدادات اللي درت في عيد الميلات ديالي ابن ديالي وخلتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة